الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتزودوا فإن خير الزال التقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب عباد الله إن من نعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن أعطاهم يوما عظيما ويوما يعتبر أعظم أيام الأسرع وسيد الأيام وأفضلها ألا وهو يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه نفق فيه الروح وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط على الأرض وفيه تيب عليه وهو يوم لا تقوم الساعة إلا فيه وهو سيد أيام الأسبوع وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يختصه بمزيد من الإبادات التي لا تكون في سائر أيام الأسبوع فكان صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر من هذا اليوم العظيم يقرأ بعد الفاتحة سورة السيدة في الركعة الأولى وفي الثانية بعد الفاتحة سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الصلاة والسلام عليه في هذا اليوم ورغب صلى الله عليه وسلم في قراءة سورة الكهف في هذا يوم المبارك فمن قرأها مؤمنا رزقه الله سبحانه وتعالى نورا وأعطاه نورا لمدة أسلوه بل يزيد ثلاثا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحص أمته على الابتكار إلى صلاة الجمعة فمن غسل فيه واغتسل غسل في هذا اليوم كأن جامى أهله وجعلها تغتسل ثم غتسله وبكر وابتكر ودى من الإمام وأنصت ولم يتكلم كتب الله له سبحانه وتعالى بكل خطوة خطاها إلى المسجد إبادة صنة كاملة بقيامها وصيامها وفي هذا يوم المبارك ساعة تستجاب فيها دعوات فأي عبد تدركه تلك الساعة وهو يدعو الله سبحانه وتعالى بما لا إثم فيه إلا استجاب الله سبحانه وتعالى دعوته وهو يوم وهو يوم كان المسلمون يتفرغون فيه للعبادة فقال ابن القيم رحمه الله فهو يوم في الأسبوع ينبغي للمسلمين أن يتفرغوا فيه للعبادة وكان الله سبحانه وتعالى أعطى لكل أمة وفي كل شريعة يوما يتفرغون فيه في الأسبوع للعبادة فكان هذا اليوم للمسلمين كما أن شهر رمضان شهر في سنة من بين إثني عشر شهر يتفرغ فيه المسلمون للعبادة والطاعة وتقرب لله سبحانه وتعالى في هذا اليوم تخطب فيه للمسلمين خطبة الجمعة يذكرون فيها بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه ويرغبون فيها في هذه الخطبة إلى ما يكون بعد الموت ويرغبون فيما عند الله سبحانه وتعالى ويعلمون في هذه الخطب أمور دينهم فيتعلمون فيها العقيدة والتوحيد وسنة ويتعلمون فيها ومور دينهم فهذا اليوم ينبغي للمسلمين أن يعتنوا به أيما اهتمام فقد أضل الله سبحانه وتعالى عنه اليهود والنصارى ووهبه للمسلمين فينبغي أن يستغلوه أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو العفور الرحيم الحمد لله إنه هو العفور الرحيم يعطي من هناك والتعلم بالتعامل ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر